بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله وعلى آله واصحابه ومن اتابه هدي إلى يوم الدين ثم أما بعد معكم محدثكم المعلم فاتحي شلبي بمدارس تابوك النموذجية الأهلية معلم العلوم الصف الرابع الابتدائي سوف نشرح اليوم درس الحرارة ما الحرارة؟ الحرارة هي انتقال الطاقة الحررية من جسم الآخر طبعا الحرارة هي انتقال الطاقة الحررية من جسم الآخر الحرارة دائما تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد يعني عندي مثلا وليكن مثلا وليكن محمصة الخبز هذه المحمصة تنتقل الحرارة من محمصة الخبز الساخنة الى الهواء البارد من حولها اذن انه لا تسخن تسخن الخبز فقط وانما تسخن الهواء من حولنا ايضا واذا اقتربت محمصة الخبز فانني احس بانتقال الطاقة الحرارية الى جسمي اذا تنتقل الحرارة من محمصة الخبز الساخن الى الهواء البارد من حولنا تخاص درجة الحرارة باستخدام الترمومتر. طبعا هناك انواع الترمومترات. هناك ترمومتر اللي هي الغرفة. يا قصد درجة حرارة الغرفة. هناك ترمومتر يا قصد درجة حرارة السوائل. هناك ترمومتر يا قصد درجة حرارة الطبية. ترمومتر طبية. طبعا ما ينفعش اللي انا اجيب درجة حرارة الغرفة. او الترمومتر الطبي واضعه في السوائل الساخنة فانه ايه? ينكسر. اه ترمتر هذا فيه طبعا زبا انا شايفين قدامنا اه بيز درجة الحرارة وطبعا بيبقى فيه كحولة او ايه? او زئبق. هذه الكحولة او الزئبق بيتمدد بالحرارة وينكمشوا بالبروضة. كيف تنتقل الحرارة? عندنا ترك انتقال الحرارة ابطال ثلاثة. التوصيل. الحمل. الاشعاء. اولا التوصيل. التوصيل لو اه في الشكل الذي امامي هناك لهب و اه عملة حديدية. اه مصطرة حديدية. اه عند انتقال الحرارة من الجسم الساخن وهو اللهب. واقتراب القطعة الحديد الى اللهب. فانك طبعا ايه? 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 هتحس بالحرارة. نتيجة انتقال الطاقة الحرارة من الجسم الساخن للجسم البارد. طيب. اه عن طريق ايه يا ابطال? عن طريق الاكسام ايه? هل القطعة الحديد دي صلبة? او سائل صلب? اذا تنتقل الحرارة خلال الاكسام الصلبة عبر التوصيل. يبقى ازا المواد الصلبة هي اللي بتسخن ايه? اه تسخن بالتوصيل. حيث يحدث اه زلك عند تلامس هزين الجسمين معا. اه فتنتقل الحرارة من الجسم الساخن للجسم البارد. الحمل الحمل هو طبعا انتقال الحرارة خلال الوسط الغازي والسائل. طبعا اه لو جينا اشوف الحمل الحراري بين الحرارة خلال الوسط الغازي والسائل. طيب. السؤال يا ابطال. لماذا يوضع الفريزر في اعلى التلاجة? اه? لا احسنتم. لان الفريزر اه طبعا بيطلع بيخرج هواء باردا. والهواء البارث ثقيل فيهبط الاسفل. طيب سؤال اخر. لماذا اه نضع المدفئة في ارضية الحجرة? لان الهواء لان المدفئة تخرج هواء ساخنا. والهواء الساخن ايه? يصعد خفيف فيصعد الى اعلى. بكل ده عن طريق الحمل الحراري. ثالثا الاشعاع. الاشعاع طبعا احنا عدنا اه الاشعاع بينتقلوا من الجسم الساخن الى الوسط المحيط. يعني الجسم الساخن اللي وقفت فيه اشعة الشمس. هل انا الوحيد اللي احس بها ولا كل الموجودين ممكن نحس بها? اه يبقى تنتقل حرارة جامعها مش عليه الحالي. لا من الجسم الساخن الجسم ديه البارد. طيب. عندي ننتقل الى المواد الموصلة والمواد العزلة. للحرارة. طبعا في الشتاء ارتدي سطرة من الصوف لتوقي جسمي دافئا. اه الدب ربنا كخلقه طبعا في دهون عشان يعزل الحرارة. من الهواي البارد. اه يبقى المواد العزلة لا تنقل الحرارة بشكل جيد. هناك ابريق هذا الابريق الشاي المصنوع من النحاس موصل جيد لتسخين السويل. اه ازا المواد الموصلة بيتم تنقل الحرارة بسهولة. ننتقل الى كيف تتغير الحرارة. اه طير نتغير في الزيائي. مجيء طبعا انت عندك الثائل اللي ما صلى الله عليه رسول الله التلك. لو سبته شوية هي ايه? هيتحول الى سيل. والسيل لو اه اه وضعناه على النار هيبقى ايه بخار. ازا ايه? البخار اه ممكن يتكسف. يعني تحولات المادة في تغييرات الفيزيائية هي عبارة عن تغييرات كلها فيزيائية. اه برضو التغييرات الكيميائية. اي اشتعال اي لهب اي اشتعال اه ورقة اشتعال اه صدق حديد. كل ده تغييرات ايه? كيميائية. ماشي تغيير حالة الحالة طبعا اه من الصلبة السائلة في انصار الشمعة وخلافه. طيب اخدنا ايه يومي ابطال. خدنا اه الحرارة. وقلنا ان الحرارة بتنتقل من الجسم الساخل للجسم الساخن من جسم الساخل للجسم البارد. وهناك طاقة حرارية بتجعل الجسميات المادة في حالة حركة مستمرة. وقلنا بنقيس درجة الحرارة ابطال باستخدام الترمومتر. والترمومتر ممكن في ترمومتر غرفة. ترمومتر سويل. ترمومتر طبي. وما ينفعش ترمومترات السويل او الطبي. الغرفة او الطبي. ما ينفعش ان انا اضعه في الساخن. الماء الساخن مسلا ينفجر. وقلنا ان في كحول او زقبك هو اللي بيتمدد في الترمومتر. بيتمدد بالحرارة وينكبش بالرودة. وخدنا بعد كده يا ابطال كافة انتقل الحرارة اما التوصيل. عن طريق الاكسام الصلبة. الحملة او الاشعاع. الحملة عن طريق ايه? الواصل الغازي والسائل. الاشعاع عن طريق ايه? من الجسم الساخن الى الوسط ايه? المحيط. خدنا بعد كده طبعا كيف التغير الحرارة. تغيرات فيزائية وتغيرات كيميائية وتغيرات حالة المادة. وهناك المواد الموصلة والعزلة للحرارة. وكان معكم معدسكم المعلم فاتح الشلبي الصف الرابع درس الحرارة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.